تسلمت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية جائزة نوبل السلام هذا العام خلال حفل بالعاصمة النرويجية أوسلو حضره عدد من الناجين من القصف النووي لمدينتي هيروشيما ونكازاكي اليابانيتين قبل 72 عاما والحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية هي تحالف من عدة منظمات غير حكومية اتخذت من جناف سويسرا مقرر لها وتتلجائزة تزامنا مع محادثات نزع السلاح المتوقفة بين القوى النووية ومع طموحات كوريا الشمالية في مجال الأسلحة والتي سببت مصدر قلق عالمي كبير وحصل عضاء الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية بقيادة المدير التنفيذي بياتريس فيهن على الجائزة في مراصم أصل لجهودهم التي تتبنى معاهدة الأمم المتحدة التي تحضر الأسلحة النووية ترجمة نانسي قنقر